ده نادي الاسماعيلي معانا على التليفون واحد من رموز طبعا نادي الاسماعيلي النجم الكبير الكابتن سايب بازوكا كابتن سايب براحب بيه مرحب ليكم يا سيد الخير حبيب انت عليكم لجمهير مشاهدينا كابتن سيد المشكلة في اخوان براون ولا المشكلة في اللعيبة ولا يعني مشكلة الاسماعيلي دي هتتحلل ازاي تتحل اننا كلنا نتكاتف نتحل ان كلنا خلاص مفيش تغيير دلوقتي تبقى اسوأ حاجة انك تغير دلوقتي انك تجيب لراجل اتنين مدربين مساعدين معاه ويتدخلوا معاه في قاتل ما يجي شهر مارس لانه خلاص انت لا تقدر تجيب لعيبة ولا تمشي لعيبة وان من عندك في الخناة عندك اسلام الاسماعيلي مش محتاج كترة الاسماعيلي محتاج اربع لعيبة او خمس لعيبة سوبر الاسماعيلي محتاج المراكز كلها فانتا جبت شروة خلاصة لعيبة خلاصة فيه تغيير ولا تقدر تشيل حد ولا تلاعب حد انت بتشوف مين ينفعك في الناس اللي انت جبتهم وتخليه في الفريق واللي زيادة اتلوهم مدرب اللي موجودين عندنا على القهاوي يدربهم احنا عندنا مدربين على القهاوي مستنين ضرهم يمرانوا الناس دي انما هو دلوقتي انت خلاص في خانة ربنا يصر لو انت ناو تغير بلاش دلوقتي فاضل ماتشين والكورة هتقف او في تالت ماتشات والكورة هتقف انت دلوقتي في خانة دلوقتي الخانة دي لازم الكل يهتحك ننسى الاخطاء كلنا ايد في ايد واحدة ما نرمش البلوة على بعد خلاص مجلس جاب بالناس وخلص الراجل جوم عمله حلو قد ما يقدره وجابه الناس فما فيش اي حل دلوقتي ما نحاوز مجلس سوزارة ولهم اتبقى مبسطوش بقى للمواقع واللي بتكتب غير وعمل وعمل مش هتغير دلوقتي 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 انت في عزل الدوري دي بعد دربات يام عندك ماتش تاني هتعمل ايه؟ فاربنا يصر على النادي دي حاجة الحاجة التانية انك الشاروة اللي انت جبتها كرميلو وسايكوتينيو وجان موريل وديو وفرداندو ومران موحدة ومران حمدي وخالد ابروسي وعمر الحلواني وابا بكر حمزة وشادي مائر وحسن ياسين ومحمد من خميسة والخميسة انت جاب شاروة شوف مين ينفعك فيهم وخدوا والباقي يخليهم اتمرانوا مع اي مدرب المدربين اللي موجودين في النادي دي حاجة الحاجة التانية انه خلاص لازم الكل يتحد بقى المواقع بقى تتحد مع نادي الاسماعيلي الناس اللي عاوزين يغرقوا النادي بنقولهم نادي الاسماعيلي لو نزل مش هتلاقوك اسماعيلية انسى مدينة اسماعيلية محدش هجيب اسماعيلية نهائي لان الكورة هي اسماعيلية الكل التحد الكل بقى يبقى على الب واحد بلاش بقى الكمبينات وبلاش نتمنى انه النادي ينزل وبلاش نتمنى مجلس السابق ومجلس الحالي والمجلس اللي جاي كلنا نتحد مع بعض ده الحل الوحيد لو خرجنا من الكبو اللي احنا فيها طيب انت اشاف الحاجة التانية انه كرة تتلغي يبقى الدوري وحش السناد والغوء الايه؟ الدوري وحش والغوء معنا ايه غرق نبقى زي الحريم نقول كده اه احنا الحاجة بتاعتنا نبقى زي الحريم نقول ايه الدوري وحش واحنا الظلمنا هم بس عما نتحد كله ايد على واحدة كله اتمنى الخل الاسماعيلي كله يشتغل لصالح الاسماعيلي احنا من بره خدم انا من بره خدم نادي الاسماعيلي اي طلب تلو مني انا خدمهم من بره هم حتى بقى لك غيري كمان نفس الحكاية في عندي نفس نفس بتوع انا برضو نفس الحكاية ممكن يخدموا النادي ويعملوا اي حاجة النادي عاوينها الناس كمان اللي موجودين في الناديا تمنوا الخير للناس اللي برا تمنوا الخير للناس اللي جوا يبقى كله يدنا على البعض قلبنا على البعض ان شاء الله نخرم الكبوة اللي احنا فيها انما الموقف صعب الابعد الحدود صعب الابعد الحدود وحد يفكر اننا هنعمل هفتح الزر احنا ربنا اصر علينا ننسى اننا مربعات الزهبي وننسى اننا بنصف الجدول احنا ربنا اصر علي اسماعيل هو انا بس عايز اعرف ايه اللي يوصل الاسماعيلي الى هذي يعني الى هذي الدرجة المصالح يعني المصالح الناس اللي قبل كده عملوا مصالح على النادي وبرضو دون ناس اللي ناس اللي بهم في ناس مجملات وبعدين فينا عندنا لعيف التلاجة لازم يطلعوا يعني النهاردة لعب عب سميع اللي وصل لك بيقول لعب سميع محمد عب سميع ما تلعبه عبر احمد الناردة كان فايع ما تلعبه خليه الناس يدوله انت عندك ناس انت واجه عب الحميد بتنزله متأخى اللي عب سميع اديله عمر الوحش عندك بيعمل ايه؟ عماد حمد عندك بيعمل ايه؟ انت عندك ناس خلاص عندك حازم فروت ما بتلعبش حازم ليه؟ انت حافل الناس اللي ما يحتفظين عندك اسم ايه ده عندك لعيب كويس مش عارب حاطيره بتلاجة مش عارب سميع ابوها لا متحت فقوسة مش عارب دوله عارة ولا واعج فعندك وبعدين عندك من ناشئين ما تجيب ناس من ناشئين وحبطهم هيبقى روحهم اكثر من ناس اللي موجود عندك دول انما كل واحد جايب لي واحد وكل واحد اعمال يدفع عن واحد لا انسوا اللي عاوز اسماعيل يخرب الكابة دي ننسى نحط ايدنا كلنا في ايد البعض والاسماعيلي دابتنا كلنا مش بتحق